ذرغام المالكي يوضح موقف عشيرته من ضجة التسريبات الصوتية الكل يخضع لسلطة القانون السلام عليكم متابعي قناة اخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتوصلكم الاخبار العاجلة والحصرية كشف زعيم قبيلة بني مالك وعضو مجلس النواب العراقي ذرغام صباح المالكي اليوم الثلاثاء عن موقفه من طلب زعيم التيار الصدري مقترى الصدر بشأن بيان موقف العشيرة اتجاه احد ابنائها وهو نوري كامل المالكي رئيس اتلاف دولة القانون بعد التسريبات الصوتية التي خرجت ونسبت له مبينا ان موقفه ورده واضح في حال وجهت الدعوة له من الصدر بشكل مباشر وليس الدعوة للعشيرة وقال المالكي انني كزعيم قبيلة بني مالك بيني وبين السيد مقترى الصدر مراسلات سابقة وخاصة كما توجد مواقف وطنية بحب الوطن وتخدم مسيرة تقدمه مضيفا ان السيد مقترى الصدر يعرف من زعيم قبيلة بني مالك ولو وصلت رسالته لي بشكل شخصي لكان ردي موجودة وسأبين الموقف له لكن الدعوة كانت عامة لبني مالك وعليه تركت الامر لعشيرتي فيما اشار الى ان زج اسمي يراد منه الفتنة وكأنه قمت بفعل شنيع وهذا الامر لم يحصل ولم ادلي باي رأي ووقفت اتابع الاخداث كاي مواطن عراقية وتابع المالكي ان التصريحات التي خرجت على لسان عمي الشيخ عبد السلام المالكي تمثل رأي بني مالكة مستدركا قوله لكن يبقى الامر ينسب له وليس صحيحا ان ينسب لي اي تصريح لطالما انا سابقا لم اصرح باي معلومة وتابع المالكي ان زعيم اتلاف دولة القانون نور المالكي وكاحد ابناء العشيرة لو رفعت عليه دعوة قضائية ردا على التسجيلات التي نسبت له او على اي موقف اخر فانني لن اقف مع احد ضد القانون والقانون هو الفيصل في احقاق الحق موضحا ان نور المالكي وذرغام المالكي او غيرهما يخضعون للقانون والامر الحاصل حاليا ليس عشائرينا حتى نقف مع المالكي او اي احد من ابناء عشيرتنا كصف واحد وانما الان الامر حاليا سياسيا ونحن كعشائر لا نتدخل بالسياسة وعن مركزه في دولة القانون الذي يتزعمه المالكي قال انا نائب مستقل داخل دولة القانون وحضرت اول اجتماع للكتلة ولم احضر باقي الاجتماعات اي ان موقفي مستقل عن الكتلة موضحا ان التسريبات التي نسبت للمالكي ان كانت غير صحيحة فهذه فتنة ولعن الله من اوقد الفتنة وان كانت صحيحة وتنسب للمالكي فانا ارفضها واستنكرها وارفض كل تجاوز عن اي رمز سياسي معتدل وطنية اما غيره من السياسيين من ذكرت اسماؤهم بالتسجيلات فكثير منهم غير معتدلين ويستحقون اكثر من هذا الكلام اما السيد مقتلص صدر فلي رأي اخر وارفض رفضا قاطعا اي تجاوز عليه اما بشأن صحة التسجيلات اجاب لم التقي بنور المالكي ولم اتكلم معه ولم اتصل به لغرض التحدث معه حول هذا الموضوع لذلك ابقى كحال اي مواطن عراقي اسمع هذه الاخبار ليس من مصدرها ويوم امس رد حزب الدعوة الاسلامية على البيان الاخيرة لزعيم التيار الصدرية مقتلص صدر الذي تناول فيه قضية التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي وقال الحزب في بيانة نحن حزب الشهداء وآباء الشهداء وابناء الشهداء واتباع الشهيد السعيدة محمد باقر الصدر قدس سره الشريفة قد خبرنا شعبنا العراقية الابية المسلمة منذ ان كنا في المعارضة وفي ساحات المبارزة مع العفالقة الارجاسة وأضاف شهدت لنا أهوار العراق وجباله وقصباته وصبغت دماء شهدائنا البرراء زنازين قصر النهاية وأبغريب وقافاته وسجونه المنفردة وقد ساندنا كل تحرك إسلامي للخلاص من الطاغوتة وما إن انطلق السيد محمد محمد صادق الصدر في مشروعه حتى دعمناه وعاضدناه وهذا ثابت ومدون في أدبيات الدعوة المباركة كما خبرنا شعبنا في مواطن التصد السياسي منذ أن بدأت العملية السياسية في العراق بعد سقوط الصنمة وتابع كنا وما زلنا نحافظ على ثوابت الدين والوطن وعملنا بأريحية سياسية مع جميع الشركاء يحدونا بذلك خدمة بلدنا والنهوضة بمشروعنا الإسلامي الذي أرسى دعائمه شهيدنا الصدر الأول والعلماء الحركيون البررة فحافظنا وأخواننا في العملية السياسية على الوحدة الوطنية واسترجعنا سيادة العراق بإخراج المحتلة ولازلنا نحافظ على وضع العملية من الانهيارة أمام فعل الأعداء والطامعين الدوليين والإقليميين لا تهمنا المناكفات ولا نكترث للفتنة همنا بناء دولة المؤسسات وفرض الأمن والقانون وخدمة العباد والبلاد بالمباح المتاح في هذه الأيام وأشار إلى أنه مع إرهاصات تشكيل الحكومة نرى أن هناك من يذكي نار الفتنة بيننا نحن أبناء الصدر والذين عبرنا عنهم عند دخولنا العراق بالرمز والهوية وعملنا سياسياً مع جميع أخواننا الإسلاميين وغيرهما ولم نستأثر بسلطة إنما كان التصدي وفق المعطيات والسياقات التي أقرها الدستور وقال الحزب لم ندخل صراعاً حزبياً مع أي طرف ولم ننجر إلى صراعات جانبية تبعدنا عن أهدافنا الإسلامية الوطنية إننا نرى في هذه الأيام بوادر فتنة تصب الزيت على النار من قبل المرجفين والمتربصين بشعبنا ومن قبل الأجهزة السرية في الداخل والخارج ممن يطمعون بتحويل العراق إلى بؤرة صراع من خلال تسريب واستراق إلكترونية دخل عليه التزييف والتزوير وقد تم توضيح ذلك لشعبنا وتابع إننا لن ننجر إلى فتنة عمياء بين أبناء الوطن الواحد فضلاً عن الخط الرسالي الذي مثله الشهيدان الصدران وندعو أبناء شعبنا وقواه السياسية للحذر من الوقوع في صراع لا يخدم إلا أعداء الإسلام والوطن وبذات السياقة وجه زعيم التيار الصدري مقترى الصدر رسالة شديدة اللهجة إلى حزب الدعوة والقوى المتحالفة ضمن الإطار التنسيقية بعد التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس إتلاف دولة القانون نور المالكي والتي أثيرت مؤخرنا وفيما طالب من المالكي تسليم نفسه للجهات القضائية قال إن الأفكار الهدامة التي يحملها المالكي من شأنها أن تعم بالخراب والدمار على العراق وشعبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر